اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نتكلم عن اجابة السؤال اللي انا سألته الحلقة اللي فاتت قدر شوف الحلقة من الاية اللي فوق امتى نشوف اللوجو حلو فيه شوية كومنتس اكتبت وانا صورتها دي الكومنتس انا شايف انها تخدمنا وتفيديل الموضوع بتاعنا فمحمد السعداني بيقول عاش جدا على الفيديو يا صديقي شكرا يا حمد وبيقول يعجبني ان اللوجو اولا يكون شكله حلو اما اشوفه احس ان فيه فكرة او ابداع كده ويكون عندي القدرة انستنتج ده بتاع ايه ولا ما استنتجش حتى من اول مرة اه اما يتقلي ده بتاع ايه اضحك واقول اه صح حاجة زريفة ورده محمد ان ان انت لما تفهم فكرة لوجو تضحك دي حاجة كويس نقطة مهمة عبد الرحمن عشر بيقول اللوجو اللي يعجبني او يشدني هو اللي مثلا الوان وروشة كده وتحسه عميق في نفسه وفي نفس الوقت تفهم المغزة منه بسرعة غير كده عاش جدا على الفيديو والخطوات شكرا يا عبد الرحمن فعلا حتة الروشانة دي حتة زريفة برضو انه هو يعني لما بص اللوجو حسن هو حيوي كده مش ح عاجة مملأ او تقليدية زي علام بيقول زي علام بيقول عم مروان ما تصورش في الكلية تاني مش بقيدي والله يعلم ثانيا اللوجو اللي بفضله هو اللوجو البسيط يعني ما بحبش اللوجوهات اللي فيها الوان كتير او كلام كتير بحاجات مع ادى مجرد لوجو بسيط يوصل الفكرة السهل الممتنع حلو جدا يعلم نقطة اساسية فلانا هتكلم فيه دلوقتي ان انا بشوف ان اللوجو حلو ولما ابص اللوجو مفهموش لاول واهلة كده عد خمسة ثواني افهم الفكرة وهتحك تيبقى الفك حلوة مش باينة من اول مرة فما يبقاش اللوجو عادي كده وفي نفس الوقت الفكرة لها معنى ولها مغزة بحيس ان هي تخلي الشخص يضحك فالي هو يعني اه انا انبسط الفكرة حلوة عجبتني لها علاقة بالموضوع طبعا اه مهم جدا يكون حتة الالوان تكون مرتبطة بالموضوع ده شيء اساسي طبعا كل تفصيلة فيه تكون وديها علاقة باللوجو او بالكيان ده اين كان على اعتبار ان هو بيمثله يعني انا مش حاطة حاجة حشوة يعني شكرا للناس اللي جابت سؤالت رأي طبعا فيه كومنتس كتير بس انا نقيت دول بس يعني عشان وقت الفيديو بازن الله هبقى فيه سؤال في اخر الحلقة فكملوا معايا يلا يلا بينا تستبرك في الفيديو ده هنتكلم عن لوجو لايفنت وده بيختلف تماما عن لجوهات الشركات ونحويها يعني الايفنت ده هو ايفنت بيتعمل في نص السنة في جامعة طونت عندنا الايفنت عبارة عن محاضرات هو بيبقى لمدة اسبوع اسمه الفكرة بتاعة الايفنت ان هو عبارة عن محاضرات اه سوف سكيلز زي سكيلز والليدرشيب والكلام ده خلاصة القول يعني اختاروا ان يكون الايفنت ليه في السنة دي يعني هو كان بتعمل للمرة الخمسة فسموا الايفنت للمتاهة يعني فخلينا اتكلم سريعا عن الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا نحققها في اللوجو ده هتبقى عاملة ازاي يعني البريف بتاعنا في الفيديو ده هيكون ان الايفنت ده اسمه ده بتعمل للمرة الخمسة والفكرة بتاعة الايفنت ان هو بيعبر عن المتاهة واخيرا هو عبارة عن سوف سكيلز نفسها يعني ده كده البريف بتاعنا فخلينا نبدأ بعد كده ان احنا نعمل محوات السيرش فنعمل سيرش في البيت ان شاء الله يلا بينا دلوقتي عملنا سيرش على كلمة سوف سكيلز وعرفنا انها عبارة عن مهارات شخصية زي القيادة والعمل الجماعي ومهارات الاتصال مهارات التفاوض والوعي الذاتي والعمل الجماعي شوفونت العمل الجماعي مراتين تقريبا وادارة الوقت وغيرها وبعد كده عملنا سيرش على كلمة متاهة وعرفنا زي ممكن نخترع متاهة وده هنعرفه اكتر في مرحلة السكيتشات ولكن لان الموضوع مختلف شوية المراضي فدماجنا مرحلة السيرش في مرحلة التغذية البصرية ووصلنا للمود بورد ده زي ما انت شايفين هتلاقي هنا في دي صور جمعناها لما عملنا سيرش على كلمة في سوف سكيلز اللي هو السلم بتاعها ده اللي هو يعني المهارات اللي انا لو تعلمتها المفروض ان انا اوصل للمكانة اعلى او المهارات اعلى دي صورة بتجمع شيئة مهارات دول لما بتعلو راسين دول مشهورين جدا ان هو صورة المخ بالتروس والصورة المخ نفسه اه هنا برضو المخ والترس ان هو هنا لما فيه تروس هنا بقى فيه كأنه لامة بناورة او حاجة فيه علمين هنا ميز اللي هي المتاهات فيه صورتين للمتاهات برضو وفيه طبعا احنا عندنا انا اخترحت تلات الوان اللون الاسود ده لان هو يفضل ان احنا نبدأ اي لوجو يكون لونه اسود يعني كأنه يتعامل على ورق للطباعة اللي ازرق ده لان هو يعني انا شايف ان هو ده لون يعبر عن الثقة يعني والاحمر لان انا لقيت متاهات حمرة كتير بصراحة فاني خدت بس منها لكن انا مش عارف هل هو ده اللي احنا هنستقر عليه ولا لا وفيه على اليمين هنا تحت لوجوز لكينات او شركات اسمها سوف سكيلز القصد يعني النواة ده المود بورد بتاعنا فيلا بينا معنا نعمل في مرحلة السكتشات جمعت الكلمات اللي احاول اربط بينها وهي الاسم نفسه والاختصار بتاعه والمتاهة والصعود لاعلى والمخ والتروس وقررت الغي فكرة المخ والتروس لان هي مكررة جدا فشطبت عليهم تاني ورسمت المتاهة بالتدريج بحيث انها عبارة عن جزئين عاشق ومعشوق وانا بحاول عدي ما بينهم وطورت الشكل واحدة واحدة لحد ما وصلت للشكل ده بعد كده اخدت الشكل ده ورسمته على الالستريتور واختيار الالوان كان من نصيب اللون الازرق عشان يعبر عن الثقة زي ما قلنا قبل كده وحولتوا بعدها على الفوتوشوب علشان يظهر في النهاية بالشكل ده وفي النهاية اتمنى تكون اللوجو عباكم واتمنى تكون استفادتم للتجربة دي ولكن الفيديو مش هيخص من دير سؤال والسؤالنا البرادة دي هو عن لوجو اطلب شركة اطلب اللي بتعمل اعلان قبل كل فيديو تقريبا عملت لوجو جديد لنفسها وحصل عليه جدل كبير جدا بين مؤيد ومعارض عايز اعرف رأيكم هل شايفين ان اللوجو ده لوجو ناجح بتحسوا بيه اول ما تفرجوا عليه حاسين ان هو بيعبر عن ايه هل هو مناسب لاهداف الشركة او الحاجة اللي هي بتقدمها استنى اجاباتكم في الكومنت ان شاء الله وهاخد مجموعة منها اقولها الفيديو اللي جاي استنوا فيديو جاي هكون عن لوجو اطلب نستشبه اتعملوا لايب واتبسكرايب وشير ولو متفرجتش على الفيديوهات اللي قبل كده هتلاقيها تظهر بشكل ماهنة كده اه شكرا شرفت الفيديو بس كده سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة